فتح الباري باشتصح البخاري بن حجر عسقلاني في الجزء العاشر صفحة 368 سمعت عائش أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير تقول عائشة لحفصة إذا دخل عليك رسول الله اكذب عليه وقول له ما هذه الرائحة أكلت مغافير ماذا تكذب على رسول الله هكذا نعم شيئ عادي جدا فدخل على إحداهما فقالت له ذلك كذبت عليه وقالت له إني لأجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فقال رسول الله لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له يعني لن أعود لشرب العسل رسول الله دخل على